بسم الله الرحمن الرحيم أخي الحبيب ما هو المعنى الصحيح لحسن الظن بالله تبارك وتعالى هذا الموضوع يغفله كثير من الناس يغفلون عنه أو يتغافلون عنه أو يجهلون حقيقة هذا الأمر مع العلم أن هذه القضية سهلة جدا وتؤثر في حياتك ويمكن أن تحدث فيك تغييراً 180 درجة لماذا؟ سأقول لك أخي الحبيب انتبه معي الإنسان أحياناً يذنب ذنوباً صغيرة وهو يظن أنها لا تغفر يظن أن الله لا يغفرها له وهذه من وساوس الشيطان ما هي النتيجة؟ بالفعل الله لا يغفرها له ما رأيكم؟ بالمقابل هناك شخص آخر يرتكب الموبقات والكبائر والفواحش ولكن في داخله يظن ظناً يقينياً أن الله يغفر هذه الذنوب فيغفرها الله له طيب معقول هذا الكلام هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة بل هناك حديث قدسي الله تبارك وتعالى يقول أنا عند ظني عبدي بي ما معنى أنا عند ظني عبدي بي؟ يشرح لنا النبي عليه الصلاة والسلام إن ظن خيراً فلهو وإن ظن شراً فلهو يعني إنسان يحب الله ولكن غلبته نفسه فارتكب معصية كبيرة فالتجأ إلى الله مباشرة لماذا؟ لأنه في قرارة نفسه هو يعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله فيقول يا رب اغفر لي في هذه اللحظة أيها الأحبة هناك ملائكة من حولنا مهمتها أن تنقل ما يقوم به الإنسان إلى الله عز وجل لا تظن أنك تعيش هكذا عشوائياً وأن الله غافل عنك وأنك تعيش بمفردك لا هناك ملائكة مختصون بهذا العمل ينقلون بالصوت والصورة حرفياً ما تفعله فعندما يسأل الله الملائكة ماذا؟ يريد عبدي يقولون يا رب أصاب ذنباً وقال يا رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي أو أي رب اغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فالله تعالى يقول لهم أعلم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به؟ قالوا نعم قال قد غفرت لعبدي انظر إلى الرحمة لذلك في القرآن ماذا قال؟ ورحمتي وسعت كل شيء الكون كله أيها الأحبة الذي يقول عنه العلماء إن نصف قطر الكون يقدر بأكثر من 13 مليار سنة ضوئية تخيل الثانية الضوئية 300 ألف كيلومتر الثانية كيف بـ 13 مليار سنة؟ كل هذا الكون لا يساوي إلا ذرة أمام عرش الرحمن والله تعالى يقول ورحمتي واسعة كل شيء يعني أكبر من هذا الكون هذا الشخص الذي أصاب ذنباً في المرة الأولى يصيب ذنباً في المرة الثانية ويستغفر ويغفر الله له نفس الطريقة ثم يمكث ما شاء الله حتى يصيب ذنباً في الثالثة عندما يسأل الله الملائكة فيقولون يا رب أصاب ذنباً وقال رب اغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فيقول أعلم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء تصور أخي الحبيب هذا كلام النبي إذا كنت تصدق النبي هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة فليفعل ما شاء طيب لماذا أعطاه هذه هذه الرخصة أو هذه الصلاحيات الله هنا يريد أن يقول لك أخي الحبيب ليس المهمة تفعله المهم ماذا في قلبك هل قلبك معلق بالله؟ لأن الذي سيصلحك ويجعلك تعود إلى الله عز وجل ويجعلك تتق الله في كل شيء في أولادك وزوجتك وأبويك وجيرانك وفي الناس الذين تتعامل معهم الذي يجعلك مستقيما في سلوكك مع الناس تحب الخير لهم هو حسن ظنك بالله أن الله موجود مطلع عليه قادر أن يغفر الذنب وبالتالي حسن الظن بالله يفعل العجائب بينما نجد إنسان ذنوبه قليلة ولكنها تتراكم عليه بسبب ظنه السيء الظن السيء بالله عز وجل يرد الإنسان في نار جهنم والعياذ بالله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم ما معنى أرداكم يعني الإنسان عندما يتردى من جبل أي يسقط من الأعلى إلى الأسفل أرداكم يعني أسقطكم في النار والعياذ بالله فأصبحتم من الخاسرين طيب هذا الموقف متى يعيشه الإنسان يوم القيامة يوم لا ينفع الندم الله تعالى يقول ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون يعني الله عز وجل يضعهم في مجموعات كل ذنب يقف في مجموعة خاصة أصحاب الزنا مع بعض أصحاب الربا وهكذا لأن النار لها سبعة أبواب هناك اختصاصات والجنة لها ثمانية أبواب هناك باب في الجنة يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها يا لطيف تخيل نفسك أخي الحبيب للحظة أنك تساق أنك إذا كنت من أصحاب والعياذ بالله الزنا والأفلام الإباحية وهذه الأشياء تخيل أنك تقف مع هذه المجموعة الزنات والعصات في مواجهة جهنم حتى إذا ما جاءوها بعض الناس ينكر عمله يقول يا رب أنا لم أفعل لم أرتكب الفاحشة حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم هذه اليد هذا الجلد الذي تلمس به الحرام يشهد عليك وهنا الإنسان لا يتفاجأ من سمعه وبصره ولكن كيف للجلد أن ينطق هذا الذي يجعله أمرا غريبا لذلك ماذا قال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا تخيل أن يدك تشهد عليك تنطق أمام الله لأنك ستنكر هذا الذنب وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون تخيل ثم يقال لهم ولكن ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بالله أرداكم فأصبحتم من الخاسرين إذن الظن السيء بالله يردي صاحبه يسقط صاحبه في نار جهنم ولا ياذب الله بينما الظن الحسن يغفر الله لك به الذنوب مهما كانت حتى لو بلغت عنان السماء يغفرها الله ولا يبالي سبحان الله يوم القيامة أخي الحبيب الله تعالى يقول في موقف عظيم جدا ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء إذن ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرة يعني إنسان ظنه سيء بالله سيقوده هذا الظن إلى نار جهنم ولا ياذب الله إنسان ظنه حسن ستنقلب حياته إلى حياة مطمئنة هادئة يغفر الله له كل شيء مهما عمل لأن الظن الحسن أخي الحبيب نقيضه الشرك بالله عندما تظن أن الله قادر أن يغفر الذنب وتظن أن الله قادر على كل شيء وتظن أن هذا الإله الرحيم يسمعني ويعلم حالي وقادر أن يستجيب دعائي وقادر أن يغفر لي وقادر أن يعذبني إن شاء عندما تعتقد هذه العقدة هذا هو التوحيد عكسه الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كيف تخرج خارج دائرة الشرك بحسن الظن بالله طيب كيف أحسن ظني بالله عز وجل أول شيء وأهم شيء أخي الحبيب أن تعلم أن كل شيء في حياتك قد كتبه الله قبل أن يخلقك رزقك عملك حياتك كل شيء أجلك متى ستموت ماذا ستعمل هذا أول أول شيء يجب أن تحسن الظن بالله لماذا لأن لأنك عندما تعتقد أن كل شيء مكتوب ومقدر سوف تستسلم بين يدي الله سوف تشعر بمعنى التوكل الحقيقي لله وسوف تسلم وجهك إلى الله ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقة وإلى الله عاقبة الأمور إذا أصابك سوء لا تحزن عندما يكون لديك حسن ظن بالله وأصابتك مصيبة مثلا فقدت ابنا أو أخا أو امرأة فقدت زوجها أو إنسان خسر تجارته أو إنسان أصابه حادث أو مرض عندما يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له ثق تماما هذه القضية مريحة جدا بعكس الملحد الذي يبدأ بالحزن والاكتئاب ليس لديه ما يلجأ إليه وليس لديه ما يؤمن به فتأخذه الحسر فتأخذه الحسرة فيموت قهرا لذلك نجد أكبر نسبة للانتحار تجدها بين الملحدين وأقل نسبة تكاد تقترب من الصفر تجدها بين المسلمين والمؤمنين بالله سبحانه وتعالى خطوات مهمة جدا يجب أن تقوم بها لحسن الظن بالله تبارك وتعالى أن تعلم أن كل شيء مكتوب أن تؤمن بأسماء الله الحسنة لأن كل اسم له عمل يعني مثلا الغفور الغفور الله يغفر لي قادر أن يغفر لي بالفعل يغفر لي إذا مرضت الله قادر أن يشفيني وإذا مرضت فهو يشفيني وبالفعل الله يشفيك إذا أصابني ضر يجب أن أعلم أنه لا يكشف هذا الضر إلا الله لأنه هو القائل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو إذا كان هناك خير ينتظرني لن يمنعه أحد مهما فعل وإن يريدك بخير فلا رد لفضله لا يستطيع أحد أن يرد أو يمنع فضل الله سبحانه وتعالى يجب أن تؤمن وتحسن الظن بأسماء الله التسعة والتسعين القدير يجب أن تعتقد أن الله قادر أن يحفظني قادر أن يحميني الحفيظ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين سيدنا يوسف عندما قال أباه قال أبوه سيدنا يعقوب فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين حفظه في الجب في ظلمات الجب حفظه من المخاطر حفظه في عندما راودته امرأة العزيز حفظه في السجن بل أوصله إلى عرش الملك فالله خير حافظ لأن يعقوب عليه السلام كان لديه ظن حسن بالله عز وجل عندما يأس أولاده ويأس الناس كلهم من حوله لم يأس ولا قال لهم يا بنيا ذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون اليأس كفر لذلك عندما تعتقد أن الله رحيم حياتك تتغير مهما أصابك من مشاكل وأمراض وأسقام وأذى الله رحيم بي أراد لي هذا الأمر ليرحمني ليرفع درجتي عندهم لذلك أخي الحبيب باختصار شديد وخلاصة هذا اللقاء حسن الظن بالله عز وجل إذا أردت أن ألخصه لك بكلمات قليلة أن تتذكر أن الله معك دائما في كل لحظة معك بقدرته برحمته بحفظه بعلمه يعلم كل شيء أن تعتقد أن الله أعلم بك من نفسك أن تعتقد أن الله يعلم عنك أكثر مما تعلم أنت عن نفسك أن تعتقد أن الله قادر أن يرزقك مهما بلغت من الفقر والحاجة أن تعتقد أنه لا يضرك ولا ينفعك إلا الله وأن تعتقد أن موتك بيد الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله أن تعتقد أن أنه إذا أصابك أي شيء سيصيبك بأمر الله فقط وأن الله هو القاهر فوق عباده وأنه سبحانه وتعالى هو المتحكم في الكون وهو الذي يعلم الغيب وأن الله يريد لك الخير هذا أحد يعني أسباب الظن بالله تعالى الظن الحسن أن تعتقد أن الله يريد بك خيرا وأنه خلقك لأنه يحبك وأنه كرمك من قبل أن يخلقك ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر أن تعتقد أن الله خلقك لأنه يريد لك الجنة ولكن أنت الذي تسيء وأنت الذي ترفض الحقيقة يعني لحظة الموت لحظة الموت يظهر فيها حسن الظن بالله تعالى تجد المؤمن الذي عاش حياته على حسن الظن بالله عندما يأتيه الموت يتلهف للقاء الله لأنه يعلم أنه ذاهب للقاء ملك كريم حليم عظيم رحيم سيكرم نزله سيغفر ذنبه سيريحه من هذه الدنيا ومخاوفها وأحزانها الذي لديه ظن سيء بالله تعالى إذا جاءه الموت يهرب يريد أن يعني لو يدفع كل ثروته كل شيء يدفعه مقابل أن يعيش ثانية واحدة لا يريد لقاء الله ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه لذلك نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى وأن يجعلنا من الذين يتلهفون للقاء الملك عز وجل وأن يكرمنا يوم لقائه فهو القائل من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر